مرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان دين مرتبة لناك أحسان مرتبة صلى الله عليه وسلم الإحسان ركن واحد تحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة عبادة رغبة عبادة حب عبادة شوق فيما عند الله عبادة الأنبياء ورسل عليه الصلاة والسلام أقوى دافع أدفع لهذه العبادة الرغبة والحب والشوق فيما عند الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تفطر قدمه ثم يقول أفلا كون عبدا شكور هذه المرتبة لا يمكن أن أخرج عن المرتبة وعبار يهرب وإبعاد مراقبة والتقليل ما هي المريضة عن الإسلام والإيمان والإحسان؟ ما هي المريضة في إسلام والإحسان والإحسان؟ هذا هو المتحدث عن الحديث كبريل عليه السلام لابد أن نعتني بهذه الحديث ونعتم لك شروحات هذا الحديث ونؤمن به ونعمل به و الله أعلم هذا الإعلام المشروع بقريبه هذا الإعلام إليك أن هذا الإعلام كل شيء مرتبع في الأوقع وإن الله أفضل هذا الإعلام وإعجابنا أعجابنا وإنهما ينشعرنا أجابنا وأنهما ينشعرنا ترجمة نانسي قنقر